السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل النهاردة كلامنا عن الكوكسيديوزيس بالنسبة للبريفنشن والكنترول طبعا البرفنشن افضل من الكنترول عشان خاطر في اليوم الرابع من السايكل بيحصلي الاسهال الاحمر وده بتكون اول علامة من علامات المرض فمعظم الادوية بتشتغل على من الدزيز فاضافة العلاج هنا مش هتأثرلي على من المرض فمش هتعملي استجابة للبلودي دياريام فهنا البرفنشن احسن من ان انا اعالج المرض لما يحصل والبرفنشن بيكون عن طريق كذا اول حاجة تاني حاجة التاني حاجة والمانجمينت والدس انفكتن بالنسبة للبايو سيكوريتي هنا ان انا هجدد دايما الانشارة اللي انا حطاها هزودها انشارة نضيفة كل يومين لازم احط انشارة نضيفة عشان اقصل ما بين الفراخ والاوكوسايد اعمل دي بلتر سيسم زي ان انا احط ال ان اتش سري اللي هي الامونيا بتكسر لي الاوكوسايد هاقلن الميتشارة الليتر واستخدم مايا سخنة لدرجة حرارة 56 دي هتدمر لي الاوكوسايد واستخدم الكالسيا موكسايد عشان انظف تاني حاجة الانتكوكسيديا ديت في منها نوعين كيميكال وايون فورز الكيميكال ديت زي الانتبيوتك اكشن بس ممكن يحصل منها ريزستانت زي الدواء تاني حاجة الايون فورز ديت بتشتغل على الكالسيوم والماغنسيوم ايونز بتأصلي على وهنا مفيش ريزستانت وبتشتغل على الايونز بس الاكزامبل على الكيميكال زي الامبروليام والكلوبيدول والنيكاربازين والديكلازوريل والروبندين والايون فورز زي السيلانومايسين والناراسين والمونيسين والسيمديول السايد افكت عندي في الديكلازوريل ان هو توكسيك وبيعمل لي وايت ثبوت في الايجيوك بيأصلي على الكوالت بتاعة البيضة اما بالنسبة النيكاربازين هنا بيزود لي الوطر ان تيك وما بيستخدمش التيامولين بقى انتيبيوتك بيستخدمه في علاج المايكوبلازما بيستخدمهش مع السيلانومايسين او المونازين دوت فيري توكسيك مع بعض الخليط دوت توكسيك الكوكسيديا بتزيد خاصة في وجود الفيتامين السيامين اللي هو بيوان مليستاتيك اكشن على الكوكسيديا فاي منتج في فيتامين بي بيأصرلي على العلاج فاي منتج في فيتامين بي هيزودلي الكوكسيديا ايه مواصفات الايدل انتيكوكسيديا لدراج انه يكون وايد سيفتي رينج وبرود سبكترم اكتيفتي وهاي افكتف على على الكوكسيديا مع ويتامن اكتصادي ورخيص لازم يكون الموتوبولايزيشن بتاعه والاكزرشن من غير اي ريزيديو وما يأثرش على الكاركس والنيت كواليتي ولا يأثرلي على الاضافات بتاعة العليئة من المينرالز والبيتامينز والجروس بروموترز ويشتغل بسرعة وما فيش اي كروس انتر اكشن ما بينه وبين الدراجز بالنسبة لبرامج استخدام الاداتلزيات في البرويلر والليير والبريدر هما ثلاث برامج اول حاجة الروتيشن بروجرام ثاني حاجة الشاطل بروجرام ثالث حاجة الكونتينواص بروجرام والميديكيشن اديشن ده بيفضل لحد الماركت ايج حد ما بيعهم اول بروجرام عندي ان انا بحط العلاج لحد الدبح اما في الفراخ البيضة بحطها لحد ما تبدأ انقلها للقفاص وبالنسبة لفراخ التسمين انا قبل ما بيعها بثلت خمسة ايام بوقف اي ميديكيشن عشان خاطر لما تتدبح استخدام الامبروليوم امن لو استخدمته موضة طويلة ثاني بروجرام عندي الشاطل بروجرام او الدول هنا انا بستخدم نوعين دواء في البداية اول 21 يوم بستخدم بعد كده في تاني 21 يوم بستخدم ايونوفورز او دراج تاني ثالث برنامج عندي بروتيشن بروجرام كل سنة بيبقى عندي 6 سايكل في تربية البرولر ست دورات هستخدم في كل دورتين different drugs سبيل المثال في اول اتنين سايكل هستخدم مثلا السيلانوميسن في تاني اتنين سايكل هستخدم الامبروليوم في تالت سايكل هستخدم المونزين موضوع دوات هيقليلي الريزستنس بتاعت الدراج في المرويلر عندي انا بحفز عليها عشان الليف سايكل صغيرة ومحتاج ان انا حفز على الوزن اما في البريدر لازم اعمل مناع عشان عمرها طويل فعندي في الريل والبريدر بستخدم الدواء اول 6 اسابيع بالجرعة بتاعته وبعد كده بقلل الجرعة جرادوالي لحد ما وقفها عند عمر 12 اسبوع البروت دي بتقليل جرعة الدواء هنا هيسمح لي بحدوث اصابة بس بكمية صغيرة بجرعة صغيرة دوات هيكون لي مناعة في البريدر والليار هي بتتعرض للكوكسيديا بس بصورة اقل في الضوز فدوات هيديني مناعة صولد اميونيتي بالنسبة بقى للتوكسيستي بتاعت الادواء اللي بستخدمها ديها في الايونوفورز المونازين بيعملي مورتاليتي 30 في النية في التركي السيلانو مايسن بيعملي براسس في التركي شلل المادورا مايسن بيعملي الا في الباديويت في البرولر بالنسبة 15% بالنسبة للكيميكال زي النيكاربازين بيعملي هاي مورتاليتي لو حصل هيت سترس وبيزود لي الووتر انتيك وبيقلل الهاتشابيرتي بيعملي لو اكشل الامبروليام بيعملي سيومين ديفيشانسي والانتر اكشن ما بين التيامولين والايونفورز توكسيك والكلورام في نيكول والمونزين توكسيك انا مثلا اكون بعالج ومتصورة من الموضوع تمام ومفيش اي استجابة للعلاج اسباب اللي تعملي في التأثير بتاع الدواء انه هو اصلا مايكونش افكتف لكل الاسبيشيز بتاعت الايوميريا ان الفرشة عندي تكون مبلولة فدوت بيساعد على حصول الاسبوريوليشن اللي هو سيست ويزود لي الاصابة الانتر كارنت ديزيزيز في اي اصابة بمرض تاني قللت لي المناعة في دراب روزيستانت بسبب الاستخدامه من مدة طويلة فيه لو ليفل اوف كوكسيديوستاتيك اللي علاج جرعته قليلة عن الجرعة المطلوبة بعد كده هندخل على الفاكسينيشن المرض دوت ملوش ديت فاكسين زي البوكسو والاي التي هنا الفاكسينيشن عن طريق لايف فاكسين او ريكونبينانت فاكسين والريكونبينانت دوت مش موجود في مصر اما اللايف فاكسين فيه لايف اتنويتد ولايف فايرولانت هنا لازم تكون الاقسيست اللي مستخدمها في الفاكسين هي هيها نفس اللي عاملاني لالاصابة عشان هنا مفيش كروس انتجينيستي ما بين اللي سبيشيز وبعضها عشان هو ايميونيس باستفك عشان تحصل مناعة كافية ضد المرض لازم يكون حصل في الدورة من اثنين لتلاتة سايكل من الانفكشن وكل ما كانت الاصابة هايلي باستوجينيك كل ما المناعة اللي تكونت قليلة عشان خاطر الباستوجينيستي العالية بتحتاج مدة طويلة عشان تتكون الاميونيتي على سبيل المثال في النيكا تريكس محتاجة من تلاتة لخمسة سايكل عشان تتكون مناعة والتنلا اتنين سايكل والمكزيما سايكل واحدة والأسيرفولينا سايكل بالنسبة للليكا تريكس مش مهمة في البرويلر عشان خاطر كل سايكل منها بتاخد سبع تيام فسبع تيام في خمسة سايكل بخمسة وتلاتين يوم ودوت بيبقى كأنه عمر البرويلر ذات نفسها الفاكسينيشن في البرويلر مش مهمة قوي بس لازم يستخدم في حالة واحدة لو الانفكت بسترين هنا عمدها في دراج ريزيستانت فهنا هستخدم الفاكسينيشن في تحصين سلاسي عبارة عن التنلا والمكزيما والأسيرفولينا ده للبرويلر وتحصين رباعي عبارة عن التنلا والمكزيما والنيكا تريكس والأسيرفولينا للليير لازم أخد بالي أثناء الفاكسينيشن من أن أنا أستخدمه سبري أو آيدروب أو سبري على الرشن وما استخدموش في المياه عشان خاطر الفاكسين في أول أربع تيام استخدامه شرب المياه في الفترة ديت ما بيكونش منتظم أحسب الجرعة كويس إن هي تعمل انفكشن بس ما تموت ليش الفراخ أتجنب البوست فاكسين الرياكشن اللي هي بتكون بعد 15 يوم في حالة لو أنا مستخدم فيرولانت سترين أخد بالي من الليتر إن هي تكون هيوميد فيها مويتشار أتجنب الدراينيس لكل السبريوليشن بتاعت الأقصيست وأتجنب اللوت امبريتشار والهاي امونيا وبرضو بالموضوع ده ما تكونش النشارة طويت ده هيزودلي اللوت وهيعمللي سبير انفكشن ودس وما وسعش المزرعة قبل 21 يوم يعني أنا ببقى مربي الكاتاكيت في مساحة 5 العنبر في الأول أما إجا وسعها ما وسعش قبل 21 يوم ولو أنا ضروري وسع هياخد جزء من النشارة اللي هم عايشين فيها دي أحطها على النشارة الجديدة عشان تنقل الأقصيست بالنسبة لأسباب فشل الفاكسينيشن أن جرعة الفاكسين أو الضوز بتاعته في الأكل مش كفاية أو نوت اناف فيد اللي هو فيه الفاكسين أو الليتر مش مظبوطة أو الفاكسين اكسباير أو فيه أي مرض مقلل المناعة المناعة هنا يقم حاجة أنا مخطط لها عن طريق أن أنا بدي الفاكسين أو أكسيدنتل بحاجة اسمها التريكل انفكشن التريكل انفكشن دي معناها أن البتاق بياخد العدوى بسموء في عمر صغير بجرعة صغيرة أكسيدنتل زي الطفل الصغير اللي على طول بيأكل من على الأرض أو إيده في الأرض بيأخد الجراثين بس بكمية صغيرة تدي له مناعة وما تخليهش يعيب أهتم بالمانجمنت إزاي أن أنا أحافظ على الليتر دراي والليير تبقى في كيدج وأمنع الفيك الكنتمانيشن للفود والووتر بعمل ديس انفيكشن بالأمونيا جاز ده بيقتلي لوكوسيست والكالتشام صالفات بالنسبة آخر حاجة معنا التريتمينت بستخدم الأمبروليام دوت بس مشكلة أن هو أنتاجونيس للفايتامين بي بيأصلي على التينيلا اللي هي السيكالكوكسيديوزيس بستخدمه مع فيتامين كيسري عشان يوقف البليدينج وفيتامين اي دي سري اتش لمدة ست أيام تاني حاجة معي السالفا ديميدين والسالفا كوينكزالين ده بيشتغل على الانتستينا الكوكسيديا تالت حاجة التلترازوريل اتنين ونصف في المية وده الأفضل بستخدمه في اللاست ستيجس في العمار الكبيرة بيقللي البليدينج وبيوقفه بستخدمه بجرع سنتي على اللتر دي المدة يومين اتنين سنتي على اللتر اتناشر ساعة او تلاتة سنتي على اللتر ثمان ساعات وبكده يكون مرض الكوكسيديا انتهى واتمنى تكونوا استفدتم وباذن الله اكمل الامراض في الفيديوهات الجاية وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر